السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله في هذا الدرس سنأخذ عنصر الكاروسيل هو عبارة عن سلايدر ما يسمى يضم بعض المواقع تسمى سلايدر أنك تعرض صور بهذا الطريقة و بهذا الشكل في الموقع يستخدم أن هذه في العادة في عرض كإعلانات مثلا مثل المثال في أعلى الموقع ممكن تستخدم في صور ممكن نضيف في بوتنز في أشياء كثيرة للدرس سيكون قصير إن شاء الله لأنه سهل وما يحتاج أن نتذكر كل شيء بمكان نعمل كوبي بيس للكود الأساسي ونعدل في صور سنستخدم موقع اسمه بيكسوم عشان نعمل بليس هولدر للصور سنستخدم هذا الكود إن شاء الله اللي هو بيكون هذا الكود يعطينا الصور طبعا هذا الموقع في عدة صور يعطيك راندوم بشكل راندوم ممكن تحط ميتين في ثلاثمية مثلا يكون قياس الصورة أو أربعمية أربعمية ما شابها ذلك لطول العرض يمكن تختار رقم الصورة يكون العرض والطول متشابه ممكن نستخدم راندوم يعني أشوائي مع القياس ممكن تستخدم يعني هي عبارة عن اي بي اي ممكن تختار الصورة نفسها يعني مثل هذا الطريقة نستخدم الصورة رقم صفر معاهم في فهذا هو إن شاء الله راح نعمله ويكون بسيطة نعمل كوبي بيس للكود الأساسي ونشتغل فيه راح نستخدم هذا السلايدر نعمل كوبي بيس ونشوف كيف ممكن نسوي بسرعة إنه جدا سهل نروح على الكود مع ملف جديد اسمه كرسل لا يوجد فيه أي شيء على الكنتينر راح نعمله بيس هنا هذا الطريقة هنتعرف على الكود طبعا اي دي عادي هو الاي دي هذا لازم يساوي الكرسل هنا الكرسل اللي هو فيه البوتنز هو البريبيوس والنكس عبارة عن أزرار موجودة الأزرار مثل ما شايفين هنا عبارة عن هذا الأزرار في الكود ولازم يكون مساوي وعده طبعا كراسل سلايد وهذا عبارة عن ديتا اللي هو الكرسل أهم شي عدنا هو الصور اللي يريد نضاعها هنا حاليا عبارة عن صورس 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 يعني لا يوجد فينا أي شيء فراغات راح نملي هذا الفراغات فقط ب اللي هو بيكسل راح نستخدم ال اي بي اي مثل ما تكلمنا عنها راح نستخدم هذا ال اي بي اي ونغير طبعا القياس هنا بتكون معي سيف راح يكون معي هنا نغيرها إلى 800 في 400 وعمل وعمل كوبي الكود كي وايضا هنا ستكون هنا نغير صورة قمية عشان تكون مختلفة الصورة ستكون فقط ونعمل طبعا نفتح الصفحة ونفتح الصورة ونحن تمثل ستكون بكل سهولة اه ما يمكن أن يتغير هذا الطريق جدا جميل اطلاق هذه كنا تلعب القياسات و هذا نتطرقنا اليهن بسهل المثال ممكن تلغي الاساسية تضع كل شيء في النصف نعمل save سيكون لدينا full page وأيضا يمكنك تعمل أشياء أخرى وهي إضافة text نصف هنا على سبيل المثال بيكون ونضيف هذا الأشياء ممكن تلعب هذا الأشياء خلال تجربتك لهذا بسنا لا أريد أن تطول في هذا الدرس لأنه بسيط وواضح جدا شكرا على المتابعة ونلتقي في الدرس القادم إن شاء الله